كما احنا متابعين مشكلة اخواتنا في فلسطين طبعا واللي بيحصل لهم من العدو لازم برضو نشوف ايه اللي بيحصل لاخواتنا واشققنا في السودان ايه بيحصل في السودان ويا طرى ليه حكيم بتتكلم في الموضوع ده وايه اخر معارك وانقسامات وتهجير مواطنين والملايين تحت الانقاض من الضربات اللي بتحصل لهم لحد امتى هتفضل السودان في ازمة ويا طرى ايه القصة بالزبط وايه اخر المستجدات اللي وصلوا ليها كل ده هنعرفه بازن الله في حلقة النهاردة فعشان كده يا صديقي عايزة تركز معايا كده من دلوقتي في حلقة النهاردة لحد النهاية هتعرف تفاصيل وبداية القصة وانهايتها وازاي امريكا بتستغل الوضع ده وحتبني قاعدة عسكرية تفاصيل مهمة اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا مع اخوكم انا احمد الحكيم اهلا بيكم على نار هادية في خطة بتتم حاليا بتقسيم السودان للمرة الثانية قبل ما نتكلم على الحرب اللي حصلة في السودان بين حميدة قائد الدعم السريع وبين البرهان قائد الجيش السوداني اللي اتنين عايزين السلطة وده اللي عمل حالة حرب تسببت في موت عشر تلاف مواطن سوداني يعني المواطنين هم المظلمين في الحرب دي المهم في وسط اللي بيحصل ده تتدخل الشيطانة العظيمة امريكا اللي بدأت تستفيد من النزاع ده بانها عايزة تنشئ قاعدة عسكرية لها ولو جد فرصة في تقسيم السودان انها تاخد اي مدينة هتعمل كده تعالوا نتعرف ليه السودان طمعانين فيها واهم حاجة لازم نتكلم عنها الاول ان اي حاجة خطيرة بتحصل في السودان مصر بتتأثر وتعالوا نشوف ونتعرف على بعض الاسرار في الاول يا صديقي السودان هي دولة بتقع في حدود سبع دول افريقية من شمالها مصر ومن شرقها اثيوبيا السودان الاول لازم تعرف ان فيها مزايا كتير جدا تخليها مطمع لدول كتير جدا اول حاجة ان لها شريط ساحلي على البحر الاحمر وده يعتبر منفذ ضروري للتجارة العالمية كمان هي دولة زراعية درجة اولى تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل بالزبط في السودان من ابريل اللي عدى تفاجأ العالم كله وانا منهم على حرب كانت على السلطة بين الجيش السوداني اللي بيقوده الفريق عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع اللي هي بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحمدتي وللأسف مفيش دولة او وسيط قدر يعمل هدنة في الحرب دي حاولت اثيوبيا تهد الوضع ولكن فشلت بعدها تدخلت مصر ولكن للأسف نفس الموضوع وبعدها حولت بعض الدول الافريقية وامريكا والسعودية بس للأسف كلهم فشلوا وبقى للأسف الحرب مستمرة بين البرهان وحمدتي اللي اتنين كانوا بيترهنوا مين حيضرب مين رغم ان الخسائر اللي حصلت كانت رهيبة جدا الخسائر البشرية الاول وصلت لعشر تلاف قتيل ومئات الالاف من المصابين وتم تشريط ستلاف مليون مواطن سبيته بعد الضمار اللي سببه الجيش وقوات الدعم السريع ده في قرى ومدن بالكامل تم ابادتها من الملازل والناس اللي عايشين فيها ده بس اللي حصل لا طبعا في اكتر من سبعين في المية من المستشفيات توقفت بشكل كامل تماما عن العمل وفي مستشفيات ايضا تاني ما فيهاش ادوية ولا خدمات ولا سيارات اسعاف ده انا عاوز اقول لك كمان في ربعمائة منشاقة صناعية وتجارية زي الشركات اللي بتصنع المواد الغذائية والدوائية توقفوا تماما عن الخدمة وفي اللي تم تدميره ايضا في كمان ميت فرع بنكي ومصرفي وبنوك في السودان تم سرقتها نهبها بالكامل وده عمل شح كبير في الفلوسة النقدية يعني بمعنى اصح الفلوس اتسرقت وتنهبت من كل البنوك هناك وطلعت برا السودان ودلوقت السودان بقت تطبع فلوس كتير جدا وده اللي عمل تضخم كبير جدا في السودان يعني عاوز اقول لك ان الدولار بقى عامل 850 جنيه سوداني وده طبعا اللي خلى اسعار السلع الغذائية تزيد ضعفها ثلاث مرات وده بسبب ان مفيش صناعة مفيش استراد من برا بس ده لا في اكتر من 80% من مناطق السودان ما بقاش فيها كهرباء ولا مية وده لان الدربات اللي ما بين الجيش وقوات الدعم دمروا المنشآت والشبكات الرئيسية للكهرباء والمية وحاليا السودان اغلب المدن والمناطق في ظلمة وبدون مية وللأسف بقى في مدن ومناطق كتير جدا تحولت لمدن اشباح بعد ما هجرها اكتر من 95% من سكانها اي حد بيلاحظ ان بيته هيبقى معرض لخطر بيسيبه وكمان في بيوت بتشم ريحة جسس موجودة تحتهم تخيلوا الازمة انا بقولكم على حاجات بسيطة من المنظر الموجود في السودان دلوقتي كمان في السودان خلاص ما بقاش في مطار بعد ما تم تدمير وتدمير كل الطائرات الموجودة هناك كمان تم تدمير القصر الرئاسي واجزاء من مباني القيادة العامة للجيش وتم تدمير يا صديقي متاحف ومباني تاريخية كتير وباني الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة اللي احترق بعضها بالكامل كمان توقفت الدراسة بشكل كامل يعني عندك 15 مليون طالب موجودين في الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة خلاص ما فيش دراسة تانية وكمان في مليون طالب في 155 جمعة وكلية متخصصة وقفوا بالكامل وده يا صديقي بسبب ان فيه 70% من المدارس والجماعات والمعاهد والكليات العليا الحكومية والاهلية في القرطوم بقوا متخربين بشكل كلي عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في السودان وازاي حيتم تقسيمها زي ما مخطط ليها من امريكا بص يا صديقي في سنة 2019 تم عزل رئيس دولة السودان عمر البشير وبعدها مسك حمدتي ادارة البلاد وده لانه كان قائد الجيش وكان بيرقص قوات تسمى بالدعم السريع وكانت منفصلة عن الجيش السوداني تيجي بقى سنة 2021 يتم ترقية حمدتي لرئاسة المجلس العسكري وتم تعيين البرهان قائد للجيش وفي بداية عام 23 قام بعزل حمدتي بعد فشله في ضم قوات الدعم السريع للجيش السوداني وتولى البرهان رئاسة السودان وهنا بدأت الحرب بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش حول السيطرة فحمدتي عايز يرأس السودان والبرهان مش عايز تنازل عن كرسيه وهنا بدأت خطة تقسيم السودان حدث اللي محدش يتوقعه ذكرت وكالة تي ان 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 خطة تقسيم السودان والسيطرة عليها من امريكا موجودة من فتر الترامب لرئاسة امريكا وده طبعا بعد تصريح شهيل ليه وهو بيقول ان الولايات المتحدة الامريكية عايزة تسيطر على مياه السودان الاقليمية وعلى سواحلها في البحر الاحمر لازم نعرف صديقي ان امريكا عايزة تعمل اسطول عسكري ليها في البحر الاحمر نحية السودان من كمية الاراضي الكبيرة اللي تصلح للزراعة في السودان ركزوا يا جماعة كويس جدا جدا عشان كده مصر ملتهبة من حدودها كمان امريكا اعلنت عن نيتها انها تعمل تطبيع بين السودان واسرائيل عشان تصبح الخرطوم قعدة امريكية في افريقيا بشكل رسمي وده طبعا هيهدد مصر وذكرت وكالت سبوتينك الروسية ان امريكا ارسلت سفن حربية على حدود البحر الاحمر التابعة للسودان وكمان اللي محدش يعرفه ان بشكل سري تم تشكيل تحالف عسكري امريكي مع اوغندا والكنغو وجنوب السودان على ان يتم انشاء قعدة عسكرية في السودان تحت مسمى ادارة العمليات ضد جيش الرب وقدم الاتحاد الاوروبي مبلغ واحد واثنين مليون دولار من اجل بناء القعدة العسكرية دي اللي هتبقى بين الحدود المشتركة لو اغندا الكنغو وجنوب السودان كمان امريكا بتمتلك قعدة عسكرية للطائرات الامريكية بدون طيار وهي درون في حدود السودان مع جنوب السودان وبعيد عن كده الاوضاع داخل السودان بتشتعل اكتر واكتر في بلدة اسمها ودعشانة فر منها الاف من سكان بعد ان هجمتهم قوات الدعم السريع ونشرت قوات الدعم السريع عبر حسابها على منصة اكس تويتر سابقا بالسيطرة على منطقة ودعشان بولاية شمال كاردفان وهي اخر حمية حدودية للجيش وده في اشارة منهم ان قوات الجيش مدمرة كمان بقى قوات الدعم السريع بدأت تبوز العلاقات الدولية للسودان وتم تدمير مباني السفارة الاثيوبية في العاصمة الخرطوم مما تسبب في ضمار هائل واتهمت القوات السريع الجيش بانه هو ضمرها ودلوقتي في ناس كتير جدا بتموت بالالاف في السودان بشكل مجهول وعاوز اقول لكم في نهاية الحلقة لو وصلت معايا لحد هنا فانا بشكركم جدا بتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك وشير واشتراك وشير على قد ما نقدر فضلا وليس امرا ودعمنا بلايك مهم قوي صدقوني احنا بنتعب جدا في التقديم المحتوى ده وتجهيزه وعرضه لحضراتكم فاتمنى من حضراتكم ما تنسنوش في دعمكم لينا كان معاكم انا احمد الحكيم واشوفكم بخير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته